أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية العراقية في بغداد بأن إيران لا تخاف الحرب لكنها تريد السلام وحذرا من وضع خطير في هذه الحرب ويهدد المنطقة بسبب ما وصفه بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة ولبنان المنطقة في مرحلة تحذيرية واحتمال التوتر كبير جدا والجذور تعود إلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة وامتدت إلى لبنان ومن الممكن أن تمتد إلى دول المنطقة وتدخل المنطقة إلى وضعية خطيرة من الحرب إيران لا توافق على الاشتباك والحرب ونحن مستعدون للحرب ومستعدون للسلام نحن لا نخاف الحرب لكننا نريد السلام من جهته شدد وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين على رفض العراق استغلال أجوائه كجزء من فضاء الحرب وقال حسين إن توسع نطاق الحرب في المنطقة سيؤثر على الملاحة ويؤدي إلى خلق أزمة طاقة دولية إن استمرار الحرب وتوسيعها باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستغلال الأجوال العراقية كما مر أمر غير مقبول ومرفوض بطاة إن وقوع الحرب لا سمح الله في هذه المنطقة سيؤدي إلى زعزاعة الأمن والسلم في جميع المنطقة والحرب القادمة إذا وقعت لا سمح الله إذا لم نقف أمامها ومنعها ستؤدي إلى فوضى مسلحة إن وقوع الحرب في المنطقة يؤثر على ممرات الملاحة وخاصة في الخليج ومضيق جبل هرمز مما يؤدي إلى تهديد لتزوير الطاقة وكان وزير الخارجي الإيراني عباس عرقجي قد بحث مع عدد من المسؤولين العراقيين في بغداد سبل التهدئة في المنطقة وقال عرقجي في تدوينة على منصة X بأن إيران بذلت جهودا كبيرة في الأيام الأخيرة لاحتواء نطاق الحرب في المنطقة لكنه شدد في المقابل على أن بلاده ليست لديها أي خطوط حمراء في الدفاع عن شعبها ومصالحها وفق تعبيره كما حذر عرقجي الولايات المتحدة من أنها تخاطر بقواتها بإرسالها لتشغيل أنظمة الصواريخ أمريكية في إسرائيل هذا وقد كشفت شبكة NBC News الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن واشنطن تعتقد بأن إسرائيل قلصت نطاق ردها المحتمل على هجوم إيران ليقتصر على أهداف عسكرية وبنية تحتية للطاقة ونفت المصادر وجود مؤشرات على عزم إسرائيل استهداف منشآت نووية أو تنفيذ عمليات اغتيال وقالت المصادر الأمريكية أن إسرائيل لم تتخذ قرارات نهائية بشأن كيفية الرد وتوقيته كما ندبت إيران بالشدة بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاعها النفطي ووصفت الخارجية الإيرانية هذه العقوبات بغير المبررة وغير المشروع وأعلنت الولايات المتحدة فرض سلسلة عقوبات تستهدف قطاع البترو كيمويات الإيراني وقالت إن الخطوة تأتي ردا على الهجوم الذي شنته طهران في الأول من أكتوبر ضد إسرائيل يضم إلينا من بغداد حيدر الأسدي ليوجز لنا أبرز مجاء في المؤتمر الصحفي خصوصا فيما يتعلق بتصريحات عرقجي فضيلة هناك ثلاث خطوط عريضة لاحظناها في هذا المؤتمر الصحفي الخط الأول أن هاجس الحرب المقبلة موجود لدى كل الجانبين العراقي والإيراني وأن إسرائيل مقدمة على عمل ما قد يكون عمل كبير وهنا تكمن الخشية الإيرانية من أن يؤدي هذا العمل إلى زعزعة الجبهة الداخلية الإيرانية خصوصا بعد الإختراقات الكبيرة التي كانت واضحة من قبل إسرائيل سواء لحزب الله أو حتى في داخل إيران عندما اغتالت بشكل دقيق إسماعيل هنية هذا الخط الأول الخط الثاني لا تزال إيران تتحدث باسم شعوب المنطقة عندما يشكر عباس عرقجي الحكومة العراقية على دعمها للبنانيين والشعب الفلسطيني في غزة وكأن هذه الشعوب هي تحمل الجنسية الإيرانية ويتغاضى بأن العراق تحرك لوحده استقبل اللاجئين اللبنانيين فتح لهم المدارس الإمارات تحركت لوحدها في دعم أشقائها الأردن تحركت لوحدها في دعم أشقائها يتحدث لا زالت هذه اللهجة الإيرانية الحديث باسم شعوب المنطقة لا تزال موجودة وكانت واضحة في هذا المؤتمر الصحفي وكأن العراق قدم لاجئين إيرانيين المساعدات والاحتضان وليس لشعب عربي يتعرض للقصف والتهجير أما الخط الثالث فهو خط الرسالة الإيرانية التي مررت من خلال هذا المؤتمر وهي أن مضيق هرموز سوف يكون عرضة للغلق أو لتهديد الملاحة إذا ما أقدمت إسرائيل على عملية عسكرية هجومية واسعة وبالتالي هذه هي ممكن أن نقول الرسائل المهمة التي قرأناها من خلال هذا المؤتمر الذي أيضا حمل مرة أخرى محاولة إيرانية لتفادي الرد الإسرائيلي في غياب أو انعدام الثقة سواء كانت العراقية أو الإيرانية من الحديث الإسرائيلي بأنها لن توجه ضربات موجعة وأنها سوف تكتفي بضربات تم تقليصها انعدام الثقة في الحديث الإسرائيلي وكان واضحا في هذا المؤتمر الصحفي إسرائيل اليوم لم تعد تلتزم بأي خطوط حمراء تغتال من تغتال وتتهم من تتهم واليوم اتهمت رئيس المنظمة الدولية بأنه يحاول أن يجعل من اليونيفيل درعا لحزب الله وبالتالي الحديث الإسرائيلي أو انعدام الثقة العراقية والإيرانية من الحديث الإسرائيلي كانت أيضا واضحة في هذا المؤتمر والهاجس بأن إسرائيل سوف توجه ضربة معينة لإيران كانت واضحة وأن كل محاولات الدبلوماسية التي تحصل اليوم هي محاولات لتخفيف ضربة وليس لتفاديها بشكل كامل شكرا حيدر الأسدي في بغداد هذا وقد حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الأمين العام لأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش على إخراج قوات اليونيفيل من مناطق القتال في لبنان واعتبر نتنياهو بأن رفض إخلاء قوات اليونيفيل يجعلها رهينة بيد حزب الله أريد أن أتوجه من هنا مباشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش من أجل إخراج قوات اليونيفيل من مواقع حزب الله ومناطق القتال طلب الجيش الإسرائيلي مرارا بإخراج قوات اليونيفيل من هذه المنطقة وفي كل مرة يتم رفض ذلك الطلب مما يجعل قوات اليونيفيل رهينة بيد حزب الله وهذا يشكل خطرا على حياتهم وعلى حياة جنودنا وكانت تل أبيب قد أعلنت بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يو أف جالانت قد أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن بأن إسرائيل ستواصل العمل لتجنب تعريض قوات اليونيفيل في جنوب لبنان للخطر جاء ذلك بعدما شدد وزير الدفاع الأمريكي على ضرورة ضمان أمن قوات اليونيفيل والجيش اللبناني وقال أوستن في اتصال مع جالانت إنه لا بد من المسار الدبلوماسي في لبنان في أقرب وقت ممكن جاء ذلك بعد إصابة خمسة من عناصر اليونيفيل في الأيام الأخيرة في جنوب لبنان واتهمت القوات الدولية إسرائيل باستهدافها إلى التطورات الميدانية الأخرى حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجندي احتياط بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان وذكر موقع والا بأن عدد الجنود الإسرائيليين المصابين اليوم على جبهة لبنان ارتفع إلى خمسة وعشرين أما صحيفة إسرائيل هيوم فقد أشارت إلى إجلاء السبعة عشر عسكريا من مناطق القتال في جنوب لبنان بعد إصابتهم بجروح متوسطة وطفيفة هذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أسر عنصر من حزب الله خلال عملياته جنوب لبنان وقال بيان للجيش إن عملية الأسر تمت داخل نفق ممتد تحت أحد المباني بعمق سبعة أمطار وبث الجيش صورا قال إنها لعنصر حزب الله خلال أسره داخل النفق حيث كان بحوزته معدات ووساء القتالية كما قال الجيش الإسرائيلي إن العنصر تم نقله إلى مرفق احتجاز لمتابعة التحقيق معه داخل إسرائيل في المقابل قالت مصادر إعلامية تابعة لحزب الله بأن الأنباء عن أسر عنصر من الجانب الحزب الله غير صحيحة وبأن الفيديو قديم جدا في المقابل أعلن حزب الله استهداف قاعدة طيرة الكرمل جنوب حيفا بالصواريخ كما أعلن الحزب بأنه استهدف برشقة من الصواريخ تجمعا لجنود إسرائيليين في شميرا وخلت وردة في شمال إسرائيل وأشار الحزب أيضا إلى قصفه ثكنت زرعيت الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية كما قال حزب الله بأن مسلحيه اشتبكوا مع قوة إسرائيلية أثناء محاولتين للتسلل إلى بلدة راميا حيث أوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح الجيش الإسرائيلي أيضا أعلن توسيع عملياته البرية في جنوب لبنان مرة أخرى وبدأت فرقة تابعة للجيش الإسرائيلي مناورات برية في الساعات القليلة الماضية في إحدى المناطق هناك يأتي ذلك فيما أشار تقرير لشبكة CNN بأن القوات الإسرائيلية تواجه صعوبات في التعامل مع التضاريس في الجنوب اللبناني عندما توغلت إسرائيل في جنوب لبنان قالت إن عملياتها ستكون محدودة لكنها الآن توسعها تدريجيا مناورات برية جديدة أعلن عنها الجيش الإسرائيلي رافقها قصف مدفعي وجوي مكثف الجيش الإسرائيلي يستعين في هجومه بعدد من أقوى الفرق العسكرية فرقة البركان أو الفرقة 36 المعروفة بأنها أكبر كتيبة مدرعة في الجيش وتقود الفرقة 36 العمليات البرية بدعم من فرقة الجليل المعروفة بالفرقة 91 المسؤولة عن تأمين الحدود الشمالية بالكامل أما فرقة الاحتياط 146 فتشارك بقوة في تواغل الجيش داخل الجنوب اللبناني وهي أول فرقة احتياط تنخرط في العملية كما تم الدفع بالفرقة 98 التي تضم نخبة المظليين والكوماندوز الإسرائيلي لتنفيذ ياجمات تطويقية وإنزالات جوية في المناطق الحساسة ورغم تعتيم إسرائيل على عدد الجنود المشاركين في العمليات البرية فإن تقديرات تشير إلى أن عددهم لا يقل عن 40 ألفا موزعين على ثلاثة محاور محور مرجعيون حيث تواغلت آليات للجيش الإسرائيلي في قرى كفركالا والعديسة ومرجعيون وكذلك محور بن تشبيل الذي تسللت إليه قوات إسرائيلية في قرية مارون راس ويارون فضلا عن جبهة رأس النقورة وعلم الشعب لكن وفقا لتقرير يواجه الجنود الإسرائيليون صعوبات في التضاريس الجبلية المفتوحة التي تختلف تماما عن معارك غزة وبحسب التقرير فإن التحدي لا يكمن فقط في مواجهة حزب الله بل في التكيف مع القتال في المناطق المفتوحة